موسيقى هجوم حايد على رجل الأعمال نجيب سويرس بعد تغريدة كتبها على تويتر شنت صحفية وإعلامية لبنانية شهيرة هجوم شرسا على رجل الأعمال المصري نجيب سويرس بعد سخورياته من مظاهرات لبنان حيث كتب نجيب سويرس في تغريدة ساخرة له على تويتر قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان أول ما حسيت إن مراتي دخلت حولت على حرب اليمن بينما أعادت الصحفية والإعلامية اللبنانية ليالحدد تغريدة ما كتبه سويرس وعلقت قائلة ادفوع الزكورية المؤرفة كما شنت الفنانة اللبنانية نيكول سابة هجوم حد على رجل الأعمال نجيب سويرس بسبب تغريدته قائلة والله أفتكن لما بلدك قامت فيها مظاهرة ومحدش فيها نكت عليها والغريب إن حضرتك حتى تتبنى هاي نقطة يعني مستخف بإحساس شعبها ورد رجل الأعمال نجيب سويرس على تلك الانتقاضات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قائلا حبي للبنان ليس محل جدال والنقطة تظل نقطة حتى لو خني التوفيق ترجمة نانسي قنقر